السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب يوميات كريمة كريمة النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم المقارونة المبكبكة الليبية او المقارونة الجارية زي ما بتسموها بالطريقة الاصلية التقليدية بتاعتها من غير اي افتكاسات هيده الريقة الاصلية اول حاجة هنعملها وهي التسبيكة بتاعتها ومكونات التسبيكة زيت زيتون زيت الزيتون اساسي في الوصفة مش الزيت العادي هناخد منه حوالي خمس ملاعق كبار عليهم بصلتين ودقاطعين بالحجم ده عصير حبيتين طماطم خمس ملاعق كبار مليانين صلصة وحوالي كل ربع لحمة ضاني او ممكن اللحمة عادية تنفع بس هي اساس هالضاني بس لو عندك اي نوع لحمة استخدمي عادي التوابل عندي معلقة كبيرة بابريكا معلقة كبيرة كوركم رشة صغيرة في الفلسود وملح يقبهم دولة بس اللاربع توابل بتوحى كوركم بابريكا رشة في الفلسود ملح فقط لا غير هنستخدم حوالي اثنين لتر مية بتغلي عشان زود بها اللحمة بتحل على النار ونحق حوالي خمس ملاعق كبار مليانين زيت زتون زي ما قلتلكم زيت الزتون اساسي فيها ننزل عليهم بالبساطين المطقعين قطع صغيرة اقلب البساطين مع زيت الزتون حوالي دجيجة واحدة بس لحد منحس ان البصلة سخنت بعدها هننزل باللحمة وانتو بتسمعك ده هوا حقوا لايك وما اشتركش اشترك وفعلوا زر الاشتراك عشان تصلكم كل الفيديوهات بتاعتي واجلب اللحمة مع البصل مع الزيت فترة من الوقت لحد محس ان اللحمة خدت صدمة معايا يعني جالبهم فترة كويسة خالص عشان تدي صدمة كويسة للحمة يطلع طعم حلو خالص ننزل عليهم بمالعق للكركم مالعق البابركة ورشل الفلفل السود بس مش هحق اللحمة دلوقتي هحق اللحمة في الاخر خالص بعد اللحمة بتستوي عشان متأخرش الاستوي بتاعها واجلبها مع التوبة الكويس وصوا هي ده التوبة الاساسية بتاعتها لا تزاود ورق لورة ولا اي حاجة هو البابركة والكركم والفلفل السود والملح تحق في الاخر بعد اللحمة بتستوي ننزل عليهم بالخمس ملاعق لكبار مليانين صلصة واجلبهم كلهم مع بعضيهم بعد ما قلبتهم مع بعضيهم كويس خالص لحد ما حسيتني اتبطل اعتلها ريحة ننزل عليهم بعصيرة ضماطم وبعدها الميا اللي بتغلي ونقلبه كله مع بعضيه ونغطيه ونسيبه لحد اللحمة بتستوي ده السبيك ده على نار هادي او نار متوسطة ده بيخلي اللحمة ضع طعمها حلو والتسبيكة اني طعمها حلو خلاص اللحمة استويت معايا من الوقت هننزل عليها بالملح على فكرة هي احتاجت معاي مية فزودت لها نص لتر يعن انت لو احتاجت مية معاك يحبط لها مية بس مية بتغلي عندي هنا هو كيلو مكارونا المكارونا الصغيرة بالحجم ده بس زي ما انتم شايفينها سما مكارونا مكصوصة وعليها خمس جرون فلفل اخضر حامي وبراحتك مش عاد تستخدم الفلفل براحتك بس ما تخافوش الفلفل مش هيحرجها بس هيديها نكهة حلوة عشان كده حاولوا تستخدموه على التسبيكة ننزل بكل المكارونا وعليهم خمس جرون فلفل اخضر الحامي ونجلبهم كلهم مع بعضهم كويس خالص ونغطي الحلة ونسيبهم يستوب على نار وسط بصوا هي دي طريقة تقليدية بتاعتها مية في المية ما نواصق من الكلام اللي بقوله بس بعد ما تجربوها اطاع من نمئه مية الآخر بجد خرافة خلاص استوتي معا وانا غرفت منها بصوا الصوص بتاعة بيكون كتير بالشكل ده يعني ما كنتم بتكونش مناشة فيه منقول لكمش اطاع من نمئه مية الآخر بجد تحية الاهل ليبيا على الاكلة الجميلة الروعة ده